بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسادة الحضور شرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي أستعرض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات من إنجازات في كل مناحي الحيال لتخدم المواطن المصري إنجازات بكل المقييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون في هذه الدولة ولكن الحقيقة كنت عشان أختار البداية يعني الحقيقة كانت المقدمة إزاي نبدأ في قصة حكاية هذا الوطن وبالذات إن إحنا النهاردة وإحنا في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية واللي سببته من تعداعيات وتحديات كبيرة جدا من تضخم وارتفاع في أسعار السلع التي خلت الدول كلها على مستوى العالم وخاصة الدول النامية ومنها مصر بتعاني النهاردة من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وأصبح طبعاً لسان حال المواطن المصري النهاردة بالرغم من كل اللي هو شايفه من إنجازات بيتساءل طيب الأزمة دي هنخرج منها إزاي؟ والأهم هو بيسأل سؤال تاني طب إحنا يعني النهاردة إمتى نبقى مصر تبقى دولة زي دول كتيرة بنشوفها النهاردة في العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم ودول منها كانت في ظروفها زينا وبقت النهاردة في حالة وإحنا لسه يعني بنحاول إن إحنا كمان نجري ونحاول نلحقهم عشان نبقى زيهم إن شاء الله فبالتالي دايماً بيتساءل المواطن المصري طب إحنا حنبقى إمتى دولة بنفس قوة اقتصادها زي دول زي اليابان ولا كوريا ولا الصين ولا الهند ولا ألمانيا ولا حتى ماليزيا اللي هي موجودة والنهاردة من الدول المتقدمة إحنا دايماً عايزين نعرف حاجة مهمة جداً وعايزين نحكيها البعض الدول دي اللي وصلته النهاردة والشكل اللي هي بقت فيه ما وصلتهوش في يوم وليلة وده اللي لازم كلنا نبقى عارفينه النهاردة إذا كانت ماليزيا الشكل الجميل اللي تحت اللي بنتفرج عليه وبنقول بلدنا إن شاء الله تبقى عايزينها تبقى زيها ماليزيا كانت كده في 1980 دي كانت شكل ماليزيا سنغافورة اللي هي تعتبر من أحسن الدول على مستوى العالم بدأت تجربتها سنة 59 وكانت بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامنا ألمانيا تجربتها بعد الحرب العالمية التانية بدأت من ضمار شامل والنهاردة بقت رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا وبقت بهذا الشكل اللي تحت لكن فوق هي كانت كده الدولة الصين النموذج القوي والعملاق القوي اللي داخل على الاقتصاد اللي في العالم الصين لغاية سنة 78 كانت الصور هي دي الصين اللي فوق الكلام ده مؤدية ان الدول دي ما بتتغيرش ومتبقاش دولة ذات شأن في يوم وليلة الامور بتاخد وقت وتعب وشغل مستدام ومتواصل على مدار عقود دولة زي سنغافورة عشان تحقق اول مراحل التنمية سنغافورة على فكرة خمسة مليون نسم لكن عشان تقدر تحقق التنمية والنهضة اللي فيها قعدت اكتر من عشرين سنة عشان تشتغل شغل متواصل علشان توصد اللي هي فيه التجارب دي كلها على الرغم من ان ان كل دولة منهم كليها اتجاه الشيوعي والاشتراكي والرأسمالي ولكن يا فندم اجمعوا على خمس سوابت رئيسية تجاربهم النجحة كيف تكون دولة نجحة ودولة متقدمة ان التنمية كانت هي الاولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلتها التركيز على التنمية في البداية تنمية 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 مشروعات البلد لازم تقوم عليها عشان من خلال هذه المشروعات الدولة تنهض يبقى فيه برنامج وطني طموح البرنامج داي وصاغ وصيغ بسواعد ابنائها ما جابوش مكاتب الشرية عالمية عملت لهم البرامج اللي هم يشتغلوا عليها لان كل دولة منهم كانت عارفة ايه هي ظروفها ترجمة نانسي قنقر